السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايب عاملين ايه رب تكونوا بقى الف خير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الدماسي زي ما انتو شايفين كده بصوا القرصة طريقة جدا وحلوة قوي 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 طريقة فضيعة ما شاء الله الله اكبر جميل الطريقة دي جميلة جدا وبصراحة تنفع فطار عشا مع حت الجبنة كده تحفى وكوبات شاي بلبن يعني بصراحة ما لهاش حل وخفيفة وحلوة انا عندي اول حاجة هعمل اتنين كيلو دقيق انت عايزة تعملي اقل فيش مشكلة انا بستخدم دقيق الاطيب بصراحة دقيق ده جميل جدا وحلو عندي كوباتين لبن انا هستخدم اكتر من كوباتين لبن بس انا حطت الاول كوباتين لبن عليهم معلقة خميرة كبيرة خميرة فورية وعليهم معلقتين سكر كبار وعليهم زي كوباية سامنة كده او كوباية زبدة دي زبدة متسايحة انا مسايحة مفككها عشان جاوسا كوباية زبدة سايحة وحطيت كمان كوباية لبن الكوباية الثالثة وبرضو هحتاج لبن تاني وتقلقوش عايزة تحطي كوبايةين لبن واثنين مية ما فيش مشكلة بس انا بصراحة عجنت العجينة حطيت ثلاث كوباية لبن وعليهم كوباية مية برضو كانت العجينة طرية وحلوة وهشة جدا جدا وطريقة تحفة وحطيت دلوقتي نص معلقة ملحة على دقيق وهقلب كده كويس ولازم اعجنه عجين جامد جدا لحد العجينة ما تبقى طرية خالص وتبقى معايا نعمة كل ما كانت العجينة معاك خدمتيها كويس في العجين وخلتيها نعمة في العجين كده تاديك نتيجة كويسة تمام بصر عجينة جميلة جدا دول بقى شوية الزبدة اللي انا سبتهم في الاخر هي كوباية زبدة كبيرة بس تكون سايحة خدت منها جزء مع العجين نفسه والجزء التاني اللي انا هعمل بيها العجينة من فوق دلوقتي هنعم بيها العجينة تمام عجنت كويس كده لحد ما ضيعت الزبدة مع العجينة كلها وسبتها بقى تخمر طبعا احنا في الشتاء العجينة هتعود لها حوالي من ساعة لساعة ونص في مكان دافي عشان تخمر تمام لكن احنا لو في الصيف وبتعمل الوصفة دي نص ساعة بالزبط هتلاقي العجينة بتاعتك خمرت وبقت قويسة انا جبت دلوقتي شوية دي كده على القوانطر عندي وهتقطعي بقى قطعي التقطيع اللي انت عايزاها او الحجم اللي انت عايزاها انا حبيت عمل الحجم اللي انا كنا من تعودين عليه ان احنا بنعمله اللي هو الحجم الكبير ده حجم القرصة الطرية بس اكبر كمان بشوية كده من القرصة الطرية تمام اه بتبقى احسن لانك في الاخر بتحطي على وشها زبدة فبتدي مجال للزبدة انك تعرف تحطيها على وش القرصة انا قطعت كده الاثنين كيلو دي كلهم جابولي حوالي اربعة وعشرين قطعة وروحت جايب اصطاق كده بعد ما بتقطعيهم كلهم وبتسيبيهم يجي خمس دقيق كده عشان توانتي بتفردي القرصة في ايدك تتفرد معاك كويس طبعا انا جبت زبدة تاني هيت انا استخدمت حوالي نص كيلو زبدة في العيار ده كله نص كيلو بسم الله ما شاء الله وكاتل عجينة جميلة جدا ربع كيلو حطيته في قلب العجينة نفسها والربع التاني اللي انت بتحطيه على وش القرصة نفسها تمام طبعا بتفردي القرصة كده وما بتخليهاش رؤياها قوي يعني خليها مليانة سنة كده عشان ايه لما تخمر معاك تبقى هشة وكويس واول ما بتفرديها بتجيبي على طول الزبدة اللي عندك اللي انت مسيحيها وتفردي كده على وش القرصة طبعا زي ما قلتلك دي حاجة ترجعلك حجم القرصة نفسه دي حاجة ترجعلك انت بس انا بقول المقاس ده كويس لعلى ما تفردي على وشه الزبدة او ممكن كمان لو عايزة تعمليها بقشطة هتعملي قشطة تحطي قشطة بدل الزبدة يعني كل واحد بقى وامكانياته بس برضو الزبدة جميلة جدا وزي ما شفت القرصة معايا في الاول هشة وطرية وجملة جدا طبعا انا عندي مثلا الصاج ما كانش هياخد تلات وحدات جنب بعض فمش هسيب بقى نص الصاج فاضي بعد ما عملت بقى الدوريات دي وملت الصاج في حتة فاضية بعد ما عملتها ودهنتها بالزبدة روحت اقطعها نصين كده وملت بيها بقيت الصاج حبيت اعمل فكرة تانية بقى جاتلي كده على طول وانا بعمل الدماسي او الفطر بخميرة يعني ان انا افرد خمس ستة وحدات كده فوق بعض وما بينهم ما بين الطبقات احط زبدة زي ما انت شايفة كده انا فردتهم ستة وحدات بالزبط وما بين كل واحدة بقيت احط زبدة ادهنها زبدة كل لها كده زي ما انت شايفة لحد ما خلصت الستة وستهم على بعض كده ستهم كده وروحت مغطيها لمدة خمس دقايق او سبع دقايق المهم ان هي تريح معك تمام طبعا كده انا قلبتها بس بحيس ان اللي تحتها تبقى صغيرة واللي فوق كبيرة لا انا قلبتها عشان خاطر اما جافرد افرد من عندي الصغيرة تمام واخد بالك معي رشت رشت دقايق وهبتدي بقى ايه باديا بس كده اريح العجين كله تمام برضو هقلبها تاني تمام عشان خاطر طبعا انا حطها كزراء فوق بعضه هتلاقي واحدة بقت ملمومة تحت خالص صغيرة واللي فوق عمالة تجبر معايا مع النشابة وانا بفرد لكن لا انت كل ما تفردي شوية تقلي بيها عشان خاطر يبقى كله بسوا بعضه وانت بتفردي دايما بالنشابة اخدي بالك انك تفردي من النص البرة كده العجينة بتاعتك تبقى مظبوطة وتبقى مدورة وتبقى كل لها مقاس واحد تمام طبعا الطبق اللي انا ورده لكم ده ده في جبنة قريش عليها شوية دقة هوريكو انا هعمل اي دي الوقت انا حبيت اعمل زي الدماسي كده حاجة محشية بس عملتها على شكل الكروة صون او الملت بس طبعا حشيته جبنة حشيتش شوكولاتة انا بصراحة لو كنت عاملة حسابي كنت حشيته شوكولاتة لكن بصراحة انا مكنتش عاملة حساب ان انا هعمل هعمل مثلا الحركة دي قال لما مليت السجان عندي وحست ان في مكان ان ما فيش مكان في الصوج ان انا حط فيه قرصتين فقلت خلاص اجيب صونية عادية وجات لي فكرة بقى ايه الملتو دي فما لقيتش عندي قال لك جبنة القريش رحت جايبها حتة جبنة قريش كده هرستها بشوية دقة بصراحة عمها تحفة وارحت حطها كده وهلفها بقى زي ما تكوني بتلف الملتو بالزبط ولعايزة تعملي الوصفة دي بنفس ما قادرها بنفس تكتها بكل حاجة وانك تفريدي برضو وتحطيهم على بعض كده بس ممكن تكون يعني ايه الرقات هما ست رقات كانوا جمال جدا وهتشوفها معايا في الاخر دلوقتي بعد ما سونا عايزة تزودي عن الست رقات عادي ممكن تزودي لكن هي نفس السيستم وانا مشى بيه كده نفس النظام اللي انا عملته وهو اللي انت هتعمليه تمام بتلف فيها بقى كده بس بتحطي مكعبين شوكولاتة جوه بدل الجبنة تمام وبعد ما خلصت طبعا كله دلوقتي رحت جايبها الزبدة ودهنا وشهم برضو زبدة بالفرشة كده عشان خاطر تعرفي تدهني الوش كله بالزبط طبعا انا ولعت الفرن قعد نص ساعة الفرن والع والمروحة شغالة اهلا حاجة للمعجنات اني كما تكوني بتغبزيها شغالي المروحة بتاعة الفرن طيب انا دلوقتي عندي الفرن بس نفوش مروحة اعمل ايه هجيب صانية تيفال او استلس ام لها مية وحطها على السجل اللي تحت بحيث البخار بتاع المية اللي هيطلع هيعمل لي جو كده في الفرن انه هو يدي في نفس الوقت يوزع لي الحرارة بتاعة الفرن من خلال البخار ده بصوا ما شاء الله دلوقتي وانا بطلع عهوات الساق كده لسه خارج من الفرن والله بصوا بقطع القرصة بصراحة جميع هشة جدا 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 ملاش حل عايز اقول لكم ان اللي يال دلوقتي جابوا طبق العسل بالطحينة وقعدوا ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر بالفة هانا وشفة يا رب عجبهم جدا الدماسي اه فيه ناس بتقول دماسي فيه ناس بتقول فتير بخميرة يعني ليه كذا مسمى وقادي الملت اللي احنا عملناها بصراحة والله الكاميرا مش مدياله حق والله العظيم هش وطاري وجميل جدا 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 ما كانش نقصة للشوكولاتة وبالفة هانا وشفة يا رب واتمنى فعلا والله اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي والله وصفة جميلة جدا وفي الشتاء اللي احنا فيه دوت واتمنى فعلا والله وصفة جدا 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 جدا